السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي طلاب وطالبات الصف الثالث سنوي ادبي اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجغرافية وان شاء الله النهاردة هنتكلم على الدرس الرابع في الوحدة الاولى اللي هو النظام السياسي والانتخابي بالدولة تعالوا مع بعض نتعرف على كيف يتم التعامل مع الانتخابات التي تجري احداثة في البلد الان في انتخاب مجلس النواب ونتعرف ماذا يقصد بالدستور ونتعرف على النظام السياسي في صورته الاجتماعية والنظام السياسي في صورته المؤسسية اول حاجة بتقابلنا زي ما انت شايف قدامك على الشاشة النظام السياسي في صورته الاجتماعية ماذا يعني النظام السياسي في صورته الاجتماعية اول حاجة نبدأ بيها نقول هو نظام اجتماعي يبقى يقوم بأدوار ووظائف متعددة يبقى اول حاجة اعملها اما يقولك النظام السياسي في صورته الاجتماعية ابدأ بيه نظام اجتماعي يقوم بأدوار ووظائف متعددة استنادا الى سلطة او قوة في ادارة موارد المجتمع عشان اقدر احقق الامن الداخلي والخارجي وتحقيق اكبر قدر من المصالح العامة نفهم واحدة واحدة وخلينا نجزأ المفهوم عشان نفهم كل جزئية بتوضح ايه عشان ما يجلنا في الاسئلة نقدر نعرف الاسئلة بتدور على جزئيات ايه نظام اجتماعي يقوم بأدوار ووظائف متعددة طالما اقول نظام اجتماعي يبقى بين السكان يبقى نقصد بيها كلمة اجتماعي احنا قبل كده ان الانسان كائن اجتماعي مش عايش لوحده فعشان ما يجل يتكلم على نظام اجتماعي يبقى انا بتكلم على نظام يضم مجموعة كبيرة من السكان يقوم بأدوار ووظائف متعددة استنادا الى سلطة او قوة السلطة او القوة هنا يقصد بها الحكومة التي تعمل على ادارة موارد المجتمع عشان كده لابد ان اي مجتمع هو مجموعة من السكان اللي هم الشعب يجتمعهم مع بعض ويكون هناك سلطة عشان تدير شؤون البلاد الداخلية والخارجية يبقى هنا بنقول نظام اجتماعي يقوم بأدوار متعددة استنادا الى سلطة او قوة قولنا السلطة او قوة تتمثل في الحكومة من اول الرئيس الجمهورية رئيس الوزراء الوزراء المحافظين دول اللي بيمثلوا الهيئة التنفيذية او الحكومة وتحقيق الامن الداخلي والخارجي الامن الداخلي عن طريق الشرطة بتنظم العلاقات ما بين السكان بعضهم وبعض وتعمل على استيتاب الامن اما الخارجي فبيتمثل في الجيش والجيش بيعتبر هو الوحيد اللي بيحقق لك الامان مع الدول الخارجية الاخرى عشان كده بنقول ان السلطة بتستخدم في ادارة موارد البلاد اللي هو المجتمع وتحقيق الامن الداخلي والخارجي وتحقيق اكبر قدر من المصالح العامة عشان كده بنقول دايما الحكومة بتعمل على مصلحة الشعب لان الحكومة هي جهاز تنفيذي بنفس كل المشروعات اللي الشعب بيحتاجها بنقا من النظام الغذائي الى النظام الترفيه كل ده بنلاقي ان الحكومة بتقوم في الدولة يبقى ميجي يقولك ماذا يقصد بالنظام السياسي والسلطة الاجتماعية تعرفوا ايه هو عشان ميجي جزيئاته فاي سؤال لازم اقول نظام اجتماعي يكون بادوار ووظائف متعددة قلنا استنادا الى سلطة او قوة في ادارة موارد المجتمع وتحقيق الامن الداخلي والخارجي وتحقيق اكبر قدر يا ولاد من المصالح العامة تعالوا ننتقل لمفهوم تاني وهو النظام السياسي في سرطة المؤسسية هو فيه فرق امستر ما بين النظام السياسي في سرطة الاجتماعية والنظام السياسي في سرطة المؤسسية نعم النظام السياسي في سرطة المؤسسية او التنظيمية هو ومجموعة من المؤسسات اللي انت عارفهم المؤسسة التشريعية المؤسسة التنفيذية المؤسسة القضائية المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية التلات مؤسسات دول اللي بيتوزع بينهما عملية صنع واتخاذ القرار السياسي عشان كده بنقول ان النظام السياسي في سلطة المؤسسية واحنا في مصر بلد مؤسسات لان احنا بتدير الدولة مجموعة من المؤسسات اللي هما سلطات التلاتة السلطة التشريعية اللي بيتم انتخابها دلوقتي اللي هو تتمثل في مجلس النواد طب والسلطة التنفيذية احنا لسه عالين من شوية تتمثل في الحكومة بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين واعضاء الهيئات الإدارية في الدولة والسلطة القضائية اللي هي المجلس الاعلى للقضاء والقضاء يبقى مجموعة من المؤسسات هي اللي بتدير الدولة المؤسسات دي ايه اللي هي التشريعية والتنفيذية والقضائية تتوزع بينها عملية صنع واتخاذ القرار المناسب والقرار السياسي الصحيح عشان اخد اي قرار سياسي لابد اخد رأي مجلس الشعب يبقى مجلس الشعب هنا سلطة تشريعية بتشرع القوانين وتكرها وتوافق عليها لانها بتمثل جميع الدولة في جميع محافظاتها في جميع فئات الشعب احنا بنختار ممثل عن المنطقة اللي احنا فيها فهو بيعبر عن أصواتنا كلنا وعن مطالبنا يبقى عشان كده احنا بنختاره بعناية لان هو ده اللي هيمثلنا في التعبير عن المطالب وعن احتياجات المجموعة دي اللي عايشين في المكان ده عشان كده بنقول ان النظام السياسي في صورة المؤسسية او التنظيمية هو مجموعة من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية اللي تتوزع بينها عملية صنع واتخاذ القرار السياسي طيب هل يوجد سلطة ترقص سلطة اخرى ولا كل سلطة مستقلة في مهمها وصلاحيتها تعالوا نعرف مع بعض قال لك كل سلطة مؤسسة زي ما انت شايف قدامك على الشاشة كل سلطة او مؤسسة من السلطات التلاتة اللي هي التشريعية والتنفيذية والقضائية كل واحدة منهم مستقلة في صلاحيتها ومسئوليتها وفقا للدستور اقفنا عن كلمة الدستور كل سلطة مستقلة في مهمها وصلاحيتها ومسئوليتها وفقا للدستور ايه هو الدستور بيقول لك الذي اقر بمبدأ الفصل بين السلطات الدستور ده هو اللي قال لي اولاد الفصل ما بين السلطات طيب تعالوا نتعرف على ايه هو الدستور قال لك هو الوثيقة التي توضح كل واجبات وحقوق جميع افراد الشعب بجميع طوافه الوثيقة اللي بتوضح الحقوق والواجبات زي ما انت بتطالب بحقك لازم تعرف ايه الواجب اللي عليك انت الوقتي لو طلعت بطاقة بيكتب فيها المهنة طالب هل انت بتقوم بمهامك كما يجب انك طالب بتذاكر وبتحول ان انت تكتاز الامتحان وتحاول ان انت تنتقل الى مرحلة اللي بعدها لغاية ما تنتقل الى الجامعة وبعد الجامعة تبدأ حياتك في العمل بتبدأ تمتهن مهنة معينة فبيكتب بقى مهنتك طبيب او مهندس او اعلامي او محامي او معلم على حسب المهنة اللي انت تمتهنة يبقى الدستور هي الوثيقة اللي فيها كل حقوق الافراد في الدولة وكل الواجبات اللي عليها وكل الواجبات اللي ايه العلم عشان كده دايما بنقول ان الدستور بيشمل كل الجوانب في الدولة سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او بيئية كل حاجة طبقا لأجل الصور عشان كده بنقول كل سلطة او مؤسسة من السلطات التلاتة التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة في صلاحياتها يعني ايه منفصلة يعني مستقلة في صلاحياتها يعني السلطة التنفيذية لا سلطان عليها من السلطة القضائية او السلطة التشريعية والسلطة القضائية لا سلطان عليها من السلطة التشريعية او التنفيذية والسلطة التشريعية لا سلطان عليها من السلطة التنفيذية أو القضايا كل منهما يعمل مستقل وله صلاحياته الخاصة به عشان يقدروا لي التلاتة مع بعض يصنعوا لي القرار السياسي عشان كده الدولة عندنا ومعظم دول العالم تكر مبدأ الفصل بين السلطات يعني ايه الفصل بين السلطات يعني كل سلطة مستقلة في مسؤوليتها وصلاحياتها عن السلطات الأخرى يبقى فهمنا كده أن النظام السياسي في صورته الاجتماعية يختلف عن النظام السياسي في صورته المؤسسية والنظام السياسي في صورته المؤسسية المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا للدستور تصدق القرار السياسي عن طريق مبدأ الفصل بين السلطات أن كل سلطة مستقلة في مسؤوليتها وصلاحياتها بذاتها ننتقل إلى ثانيا أنظمة الحق بالدولة تعني نتعرف على أشكال الدول وأنظمة الحق وكل دولة تتولى نوع من الشكل في الحق يختلف عن الدول الأخرى أول حاجة يحدد دستور الدولة نظام الحق الذي يعده العنصر الأساسي في النظام السياسي عشان كده بنقول أن كل دستور كل دولة هو اللي بيحدد نظام الحق في الدولة وتصنف أنظمة الحق تصني فين؟ من حيث الشكل ومن حيث المسئوليات من حيث الشكل عندي إما نظام ملكي إما نظام جمهوري نظام ملكي ونظام جمهوري ده من حيث إيه؟ الشكل ولكن من حيث تنظيم العلاقات ما بين السلطات التلادي عند النظام الرئاسي النظام البرلماني النظام شبه الرئاسي لابد دلوقتي أن احنا نتعرف على كل منهما بالتفصيل عشان نقدر نعمل مقاردة ما بين كل منهما ونتعرف على خصائص أو صفات أو سمات كل نظام من الأنظمة الثلاثة تعالوا نشوف الأول النظام الرئاسي يقوم على عدة سمات قلنا ممكن تجيلك كلمة سمات أو خصائص أو صفات أو مميزات كل دول بمعنى واحدة كل دول بمعنى إيه؟ واحدة يبقى الخصائص هي الصفات هي السمات هي المميزات طب النظام الرئاسي إيه أهم ملامحه؟ إيه أهم مميزاته؟ إيه أهم صفاته؟ تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة الرئيس هو رأس الدولة يسود ويحكم يعني إيه الرئيس هو رأس الدولة يسود ويحكم؟ يعني الرئيس في مهامه هو اللي بيكون بكل المهام وهو اللي بيتخذ جميع القرارات تبقى للدستور وبعد أنه هو بيشارك معاه السلطات اللي بتصدع القرار السياسي اللي إحنا خدناها اللي هي سلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية لكن مين المسؤول مسؤولية كاملة أمام الشعب هو الرئيس الجمهورية يبقى الرئيس على رأس السلطة وهو اللي بيكون بمهامه عشان كده هو يسود ويحكم يسود وإيه؟ ويحكم إيه وممكن يا مستر في نوع من الأنظمة يبقى الرئيس موجود على رأس السلطة ولا يسود ولا يحكم؟ نعم وهنتعرف عليه بعد قليل لكن احنا لازم دلوقتي نتكلم على النظام الرئاسي يبقى نقول أن الرئيس هو رأس الدولة يسود يعني على رأس الحكم ويحكم في الأمور بتاعت الدولة يبقى يسود ويحكم يسود ويحكم السلطة التنفيذية فيه مستقلة عن السلطة التشريعية احنا قلنا أن السلطة التنفيذية هي الحكومة بدأ من رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وأعضاء الهيئات الإدارية والمحلية بالدولة ماشي يبقى دي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية اللي هي أعضاء مجلس الشعب اللي بينتخبهم الشعب لمدة خمس سنوات يبقى هنا بنقول أن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية كل من هما له صلاحياته ومسئلياته عشان كده بنقول أن كل من هما مستقل عن الآخر يبقى السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي مستقلة عن السلطة التشريعية السلطة التشريعية تقوم وحدها بالتشريع في الدولة بصفة أساسية سلطة التشريعية تقوم لوحدها بصفة التشريع في الدولة بصفة أساسية إزاي بصدر بسيطة جدا احنا قلنا السلطة التشريعية دي هي اللي بتشرع القوانين يعني تكرها وتوافق عليها يبقى مين اللي بيكر القوانين في الدولة؟ السلطة التشريعية تمنا لو خلت سلطة فوق السلطة التشريعية يبقى هتعمل قوانين لصالحها لا احنا عايزين نخلي السلطة التشريعية مستقلة في مهامها وصلاحيتها عشان القانون اللي هيصدر لابد يكون لصالح الشعب ويخدم الشعب عشان كده نفهم ان السلطة التشريعية تقوم لوحدها بالتشريع يبقى ما فيش اي سلطة ترقصها فوقيها عشان ما يكونش التشريع لصالح هذه السلطة اللي بترقصها لازم تكون لصالح الشعب يبقى السلطة التشريعية هي التي تقوم وحدها بالتشريع في الدولة بصفة اساسية طب ايه تاني؟ السلطة القضائية في هذا النظام الرئاسي مستقلة عن باقي السلطات يعني افهم من كده يا مستر ان السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي اللي ليها مهام التشريع لوحدها في الدولة تبقى للدستور؟ أقول لك نعم يبقى في هذا النظام الرئاسي مبدأ الفصل بين السلطات إن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بس مين اللي لها حق التشريع في الدولة بنقول عليها السلطة التشريعية اللي هم مجلس النواب او مجلس الشعب كما كان يقال يبقى فهم من هنا ان الاستقلال الكامل للسلطات السلاسة من ناحية وتخصص كل منها من ناحية اخر ما السلطة التشريعية خاصة بالتشريع والسلطة التنفيذية اللي هي حكومة خاصة بالتنفيذ وإدارة مصالح البلاد والشعب والسلطة القضائية مستقلة في عملها عن طريق المجلس الأعلى للقضاء والقضاء اللي بيفصلوا في المنازعات ما بين الناس يبقى قدر أقول لك كده إن في هذا النظام في مبدأ الفصل بين السلطات لأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية وإن السلطة التشريعية هي لوحدها المسؤولة عن التشريع في الدولة بصفة أساسية الرئيس في هذا النظام الرئاسي على رأس السلطة قلنا يعمل إيه يسود ويحكم يعني هو اللي بيمارس مهامه ويحكم جميع السلطات دول كلها تبقى تحت إشرافه ولكنه هو اللي بيتخذ القرار بعد ذلك فعشان كده بنقوله هو يسود ويحكم الديني مثال من الدول العالم لهذا النظام الولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل مثال للنظام الرئاسي تعالوا ننتقل إلى النظام آخر اللي هو النظام البرلماني طب نتعرب برضو على أهم سماته أو خصائصه وصفاته ومميزاته وملامحه تعالوا نبص معايا في هذا النظام ماذا يكون مهام الرئيس وهل الرئيس هنا يسود ويحكم أم هناك من يسود ويحكم بخلاف الرئيس مصر معايا على الشاشة هنجد أن وجود برلمان هو مصدر السلطة والتشريع في النظام البرلماني ومنتخب من الشعب يبقى يعتمد النظام البرلماني على وجود برلمان هو مصدر السلطة والتشريع ومنتخب من الشعب وجود رئيس أو ملك بيقول لك يسود ولا يحكم الله 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 هو كده الرئيس شكلي؟ الملك شكلي؟ آه يعني مش هو اللي في إيده السلطات؟ لا مش هو اللي بيتاخذ القرار؟ لا عشان كده بنقول هو يسود ولا يحكم احنا عندنا ملك بريطانيا ملك انجلترا هو الملك تمام؟ لكن هو اللي بيتاخذ القرار؟ لا طب هتسألني الملمين اللي بيتاخذ القرار؟ بص للنقطة البعد كده رئيس الوزراء ايوة النقطة رقم ثلاثة زي ما انت شايفه قدامك رئيس الوزراء هو اللي يتولى مسئولية الحكم ومنتخب من الشعب يبقى في هذا النظام البرلماني الرئيس او الملك يسود ولا يحكم يتولى رئيس الوزراء مسئولية الحكم ولابد ان يكون منتخب من الشعب مسال افضل مسال لهذا النظام المملكة المتحدة اللي هي انجلترا انت عندك المملكة المتحدة انجلترا بريطانيا الانجليز كل دور اسماء لدولة واحدة كل دور اسماء لدولة ايه واحدة يبقى يقول لك بريطانيا يقول لك انجلترا يقول لك المملكة المتحدة يقول لك الانجليز تعرف ان احنا بنتكلم على انجلان طيب لو قال لك الولايات المتحدة لا يبقى انا بتكلم على الولايات المتحدة الامريكية المملكة المتحدة يبقى انا بتكلم على انجلترا او بريطانيا يبقى النظام ده النظام البرلماني نقوله بسرعة وجود برلمان هو مصدر السلطة والتشريع ومنتخب من الشعب وجود رئيس او ملك يسود ولا يحقق قلنا رئيس الوزراء هو الذي يتولى مسئولية الحق ومنتخب من الشعب قلنا افضل مثال هي بريطانيا او المملكة المتحدة ننتقل الى النظام الثالث اللي هو النظام شبه الرئاسي يبقى خلنا النظام الرئاسي النظام البرلماني حط بقى النظام الثالث اللي هو النظام شبه الرئاسي بيقول ايه يا ولاد هذا النظام بيقول النظام ده ان النظام وسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني يتميز بعدة سمات وخصائص وجود رئيس منتخب مباشر من الشعب على رأس السلطة التنفيذية وجود رئيس منتخب مباشر من الشعب على رأس السلطة التنفيذية وبرلمان منتخب يشكل الحكومة برلمان منتخب يشكل الحكومة السلطة في هذا النظام مشتركة ما بين الرئيس والحكومة وينظمها الدستور أفضل مثال لهذا النظام دولة فرنسا يبقى هو نظام وسط ما بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني يتميز بوجود رئيس منتخب مباشر من الشعب على رأس السلطة التنفيذية وبرلمان منتخب يشكل الحكومة والسلطة في هذا النظام مشترقة ما بين الرئيس والحكومة وينظمها الدستور والمثال ليها فرنسا بكده يبقى نهينا هذه الحلقة بالأنظمة السلاسة النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام شب الرئاسي هنتعرف بقى بعد كده على سمات النظام الانتخابي ومفهوم الانتخابات والنظام الانتخابي وهل الانتخابات تصلح للسياسة فقط أم لجميع الأنشطة في الدولة ده اللي نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته